متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة النهاردة حنتناول موقع انفيديو اي اي مع الإصدار الجديد الإصدار الثالث وطبعاً هو من الموقع الجديدة جداً في توليد الفيديوهات بالذكاء الإصطناع ويمكن مش بتناوله بكسرة عندي على القناة يمكن تناولته مرة واحدة أعتقد ممكن ما يكونش تناولته خالص ياريت كي تقوليه في التعليقات لأن أنا فعلاً من كتر فيديوهات الذكاء الإصطناعي الخاصة بالمواقع أنا فعلاً بقيت أنسى يعني أنا تناولت إيه ومتناولتش إيه فياريت دايماً تذكروني في التعليقات النهاردة هنجرب الإصدار الجديد من موقع انفيديو اي اي ونشوف الجودة بتاعة الفيديوهات عاملة إزاي وعلشان أجيب الوصف الخاص بالفيديو بتاعي رحت على شاجبتي وقلت له اديني الوصف اللي أنا عايزيه وبعد كده هبتدي أروح أعمل لوج إن ونخش ونشوف الفيديو بتاعنا اللي إحنا هنعمله النهاردة جودته عاملة إزاي مع الإصدار الجديد بعد ما عملنا ساين إين داخل الموقع هنلاقي هنا عندنا الإصدارات اللي إنت ممكن تشتغل بيها الإصدار واحد واثنين وتلاتة وإصدار تلاتة دا اللي إحنا هنشتغل بيه النهاردة هبتدي أحط الأمر الأمر جبته منين؟ الأمر جبته من شات جي بي تي ده خاص بالفيديو اللي أنا عايزة أعمله وزي ما أنت واخد بالك 1275 كاراكتر زي من 22000 كاراكتر يعني فأنت ممكن تقط اللي إنت عايزه فيه إنشاء خاص بالأمر عشان تنشئ الفيديو بتاعك هقول له جنريت أفيديو طبعا بيديك تحت شوية كده كار يعني فيه لو إنت عندك ممكن إنت تحط الاسكريبت وهو يعمل لك الفيديو ممكن يعمل لك زي ما إحنا شايفين خد الأمر بيبتدي يعمله أو يبتدي أنه هو يحلله وبعدين يبتدي يفكر وبعدين هننتقل من خطوة التفكير أعتقد بعد كده هيبتدي يعمل بريبيرينج لي الفيديو وبعد كده هيبتدي يعمل أنالايزينج لي الكنتنت هنا بيبتدي يعمل بريبيرينج أنا يعني سبقت شوية لكن عشان أنا شفت الستيبس دي من قبل بعد كده بعد كده بعد كده حيقول لي الديوريشن قد إيه مثلا نسيه هنا هحدد الديوريشن يكون 1.5 منتس هنا طبعا لو أنت عايز يوتيوب شورتس حطوس على يوتيوب شورتس تاني يوتيوب شورتس الوقت يدعم لحد ثلاث دقيقة وفي انستجرام ريلز فأنا هختار 1.5 منتس ممكن علشان الوقت خليني أحسن 1 منتس وبعد كده هتتذي إن أنا أقول continue وحنستنى لحد الفيديو ما يتم إنشاؤه طبعا هياخد وقت شوية لحد ما ينتج 11% أوزا فيديو ريدي أعتقد إنه هو كمان سرعته كويسة هنا ممكن أقول له ونوتيفاي ونريدي وأعلم عليه بيبتدي بقى يوجد الميوزيك والفايسز الخاصة بالفيديو مش عايزي بقى فيه ميوزيك ممكن تاخده على أي منتاج وتشيل تفصل الفيديو عن الأوديو وتشيل الميوزيك أعرض لك جزء من الفيديو طبعا الفيديو في حاجات عليها زي ما احنا شايفين كده جوة في حاجات ممكن نعمل لها يعني ممكن نروح أعمل بالمنظر ده كده وأبتدي إنه أنا أستبدل مثلا بعض الميديا اللي مثلا ساي ميديا زي دي آآ آي ستوك كلها طبعا زي ما احنا شايفين عليها ووتر مارك هنا بيقول لي ريبليس ميديا ويز ترفع انت ميديا من عندك ستوك ميديا جينريتف ميديا تعمل جينريشن للميديا فقدر أعمل الموضوع ده مثلا أروح لحاجة زي كده ستوري بلوكس وأبتدي إنه أنا أرفع ميديا من عندي لكن الكلام اللي بيتقال اللي هو الفويس شفت إنه هو جيد جدا دلوقتي هعارض لكم جزء من الفيديو والميوزيك اللي حطيتها مناسبة وهنا الأوديو فوليوم ممكن تعمل إنت عليه إدت وتزود الإدت بتاعه أو تعمل ريبليس للأوديو بنفسك يعني أنت تكون مسجل أوديو بصوتك أو مثلا حتى صوت بالذكاء الاصطناعي تقدر تعمل الموضوع دوت كمان إدت ممكن تعمله على يعني ممكن تعمل الإدت اللي إنت عايزه وكما قلت تقدر تستبدل الميديا دي علشان خاطر بيكون عليها ووترمارك زي ما احنا شايفين الآخر خالص بتبدي تعمل داونلود إذا كنت جئ أوروك ماروك ماروك ميديا إنه فقط مباشرة، إنه محاولة. إظهر أن تبدأ المنزل بشكل مباشرة من الإنسان، يجب أن تقوم بشكل مباشرة، ولكنه ليس فقط بشكل صحيح. مارو كافي يتحرك مرحباً مرحباً، مرحباً مع كل مرحباً. مرحباً ولكن مرحباً، إنه مرحباً، إنه مرحباً للمشاهدة. وإنه هناك مرحباً، نحن 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 مرحباً من مرحباً، لذلك عندما تحبب مارو، الجودة بتاعة الفيديو حلوة، أولاً هو ذكر البراند، واسم البراند، والبينيفيتس، أنا كنت عايزة أعمل شوية حاجات معينة كده في الفيديو، فعلاً هو تناول كل النقط اللي أنا حطيتها في الأمر، يعتبر هنا الإصدار التالت ممتاز، فهم كويس قوي، أنا عايزة إيه، وطبقه بشكل جيد جداً، طبعاً إلا حيستخدمه في الخطة المجانية، حيستمتع بمزايا كتير، أنا مش بعمله دعاية، ولكن قد رموزة من الناس، حتى اللي بتعلق عندي على الفيديوهات، بتستخدم إنفيديو اي اي في الخطة المجانية، علشان تعمل به محتوى، الناس يبقال تعمل محتوى متكرر، بشكل عايزة الميوزيك، وعايزة الفويس، وعايزة حاجات كتير، وتعمل موضوع بشكل سهل وسريع، فأعتقد إنفيديو اي اي هيكون مناسب جداً لهذه الجزئية، أتمنى تكون استفاتكم في فيديو النهاردة، ويا ريت تجربوا في الخطة المجانية، معادي جداً تقدر تجربوا، وتشوف جودة الفيديو، وتقول لي رأيك في التعليقات، بحب جداً أسمع رأيكم في التعليقات، مشاركتكم فعلاً، بتفيدني بعض الناس، بتضيف لي حاجات فعلاً، ببقى مش واخدباني منها، فأتمنى إن إنتوا دايماً تشاركوني رأيكم في التعليقات، زي معاوتوني، أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة، كل يوم موقع جديد، زي بقول لكم في نهاية كل فيديو، وننساش تعمل سابسكرايب للقناة، وتفعل الجرس عشان يوصل بكل جديد، دمتم فرعية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.